الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بار معكم المعلمة عزيزة غيث معلمة التربية الإسلامية للصف الخامس وضع درسنا لهذا اليوم سورة النازعات الآيات من 15 إلى 46 الأهداف أولا أن يتلو الطالب الآيات بكلمة تلا وسليمة مع مراعاة أحكام التجويد ثانيا يستخرج أحكام النون الساكنة والتلوين ثالثا يذكر حروف أخراج الشفتع الفض جيدا ناداه ناداه فأراه فأراه ضحاها ضحاها دحاها دحاها فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا نعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه 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 كبيرا فأراه فكذب وعصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم اطلوا الآيات الكريمة من سورة النازعات ثم استخرج مثالا على أحكام النون الساكنة والتنوين الآية الأولى هل أداك أتاك حديث موسى لا يوجد فيها من أحكام النون الساكنة هنا لاحظ أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى نون ساكنة جاء بعدها حرف التاء والتاء من حروب الإخباء إذن هنا الحكم الإخباء إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى لاحظ تنوين جاء بعدها حرف اللام واللام من حروب الإضغام بغير غنة إذن هنا الحكم إضغام بغير غنة لمن يخشى نون ساكنة وجاء بعدها حرف الياء والياء من حروب الإضغام بغنة إذن هنا الحكم إضغام بغنة أأنتم نون جاء بعدها حرف التاء هنا إخباء خلقا أم خلقا أم تنوين بعدها همزة والهمزة من حروب الإظهار الآن الجزء الثاني من الآيات ألتب جيدا الطامة الطامة وبرزت وبرزت أيان أيان منتهاها منتهاها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم عزيز الطالب اتلوا الآيات واستخرج خمس كلمات تحوي أحروفاً تخرج من مخرج الشفتين الآن نتذكر مع بعض حروف مخرج الشفتين وهي الميم والباء والفاء والواو الغير مدية ميم باء فاء وواو غير مدية لاحظ الآية الأولى فإذا جاءت الطامة الكبرى الحرف الأول هو الفاء لاحظ فاء يخرج من الشفتين أيضاً الميم الطامة أيضاً الكبرى حرف الباء يخرج من مخرج الشفتين يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ولاحظ الواو الغير مدية تخرج من الشفتين وأيضاً فأما منطغة الميم هنا من مخرج الشفتين معك واجب التلاوة البيتية وحل أسئلات الدرس إن شاء الله سالة بالموعد المحدد نذكركم حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين أما حروف الإضغام مجموعة بكلمة يرملون إضغام بغنة ينمو والغير بغنة اللام والرا أحرف الإقلاب هي الباء وباقي حروف اللغة العربية ما عدا حروف الإظهار والإضغام والإقلاب تكون حروف الإخفاء معك واجب حل أسئلة الدرس صفحة 126 و127 وتسجيل صوتي للآيات صفحة 126 نقول ختمنا بإذن الله مع هذا الدرس ختمنا المنهاج وكل عام وأنتم بألف خير نراكم بالعام المقبل إن شاء الله وأنتم بأتم الصحة والعافية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا